قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين إن العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر مضيفا أنه وكما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس ليست للبايع فإن القرار الوطني الفلسطيني المستقل كذلك ليس للبايع وأشار أبوردين إلى أنه لا يمكن السكوت على نسف مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات مجلس الأمن الدولي أو التفريط بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها المقدسات بدوره قال أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صعب عرقات خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية زوم إن الإمارات باتفاقها ستكون أول دولة عربية توقع معاهدة سلام شاملة وتطبيع كامل مع إسرائيل مشددا على أن الاتفاق لن يخلق حقا أو ينشئ التزاما وأشار عرقات لرفض استخدام القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كغطاء للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي ترعاه واشنطن قائلا أنه تم إيقاف مخاطط الضم قبل هذا الإعلان بأكثر من ثلاثة أسابيع وأن نتنياهو أعلن عن تأجيله وليس إلغائه وأكد أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير على التمسك بالشرعية الدولية كما وندد بالخطوة الأمريكية التي تكافي إسرائيل على ممارستها التعسفية تجاه الأرض والشعب والممتلكات الفلسطينية نقطة ارتكازي عربية نقطة عمود الفقري عربي